عام بعد آخر والأحلام البسيطة لهؤلاء المواطنين بمعيشة كريمة لم تتحقق ولا أمل في ذلك على المدى القريب في ظل السمرار الحرب والحصار المفروض على المحافظة ومع كل موسم لرمضان تتجدد المعاناة نحن نتمنى أن نعيش عيشة كريمة وهنية ونعيش بكرامة ونأكل لقما في أي إنسان في أي منطقة يعني عايش حر بمنطقة الآن نحسد أن نحن عايشين هنا ونأكل نعمل لكن الإنسان بمنطقة يعيش حر عشرات المخيمات تنتشر في مناطق عدة من ريف تعز حيث يسكنها آلاف المواطنين المشردين والمهجرين قصرا بفعل حرب وقصف الميليشيا على منازلهم وقراءهم السكنية نهربنا من الحرب كان وصلت القضاء لفوقنا وتشردنا من بيوتنا لا بطانيات ولا فراشات العوتي مع بهذا البناء والأقل كل حاجة يصل لمنطقنا والآن نحن تشردنا من بيوتنا وين نقزع وين نسني قزعنا لهذه المنطقة والآن نحن لا معانا أي حاجة قرقنا حفايا نحن مولادنا تحاولنا هنا نقزع وين نروح الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة وما زالت ضعفت من معاناة هؤلاء النازحين وتهدد حياتهم بالكثير من الأمراض خصوصا للأطفال وكبار السن نهيك عن الذعر المسيطر على الجميع من انتشار فيروس كورونا من كثر العواصف والرياح وهذا تمتخت المراسي والخيام وكذا شلهم قلبهم يعني ورقعنا من جديد هكذا ثم ابتلت الدقيق والفرشان وكذا وكذا يعني مأساوية جدا والله يعني ولا علاقين شي الآن يعني من المطر هذا لا فراشات لا بطانيات لا أي شيء ولا أي حاجة حتى الخيام هذون مش مضمونين مثلا ما قدرنا نتحكم فيهم من خلال الأمطار لا بالمرابط ولا حتى المطر يجزع من تحت يعني يجزع المطر من تحت غالبية الأسر التي تسكن هذه المخيمات تفتقر إلى أبسط مقاومات العيش فأرباب الأسر لا يمتلكون مصدر دخل وتنعدم فرص الأمل ما يجعل الجميع هنا مهددا بالمجاعة مع غياب دور الجهات الحكومية واقتصار دور المنظمات الإغاثية على تقديم دعم محدود فرى هؤلاء النازحون من جحيم الحرب لكنهم وجدوا أنفسهم في جحيم آخر يتهدد حياتهم فالجوع والأمراض والبرد داخل هذه الخيام المهترئة ثلاث الرعب الذي ظل يلاحقهم بعد النزوح فوزي الحمد قناة بلقيس تعيش